من أجل ضمان استقرار السوق خلال هذا الشهر وهي مرحلة فراغ تأتي بين الموسمين انطلقت هذه الأيام عملية جن محصول البطاطا المبكرة في الولايات الغربية على غرار معسكر ومستغانم بكميات معتبرة ضف إليها عملية ضخ ما يفوق عن خمسين ألف طن من مخزون البطاطا سيتم استغلاله تدريجيا من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الحمد لله يتوجه لهذا الفصل هذا نهاية مارس وبداية أفريكا في نوع من الخالب ستدخل البطاطا المستغانم وفيه اليوم إذا لاحظتم فيه تراجع للأسعار الشوية حبطت البطاطا حيث يحاولي 80 دينار 75 دينار ولكذلك المخزون كانت مجدده للدولة أعطيت أمر بش يخرجهم الغرف التبريد الناشطون في المجال برروا ارتفاع أسعار البطاطا بزيادة الطلب مقارنة بالعرضة داعينا إلى ضرورة ضمان سعر الأدنى للمنتوجة والمحافظة على ديمومة الإنتاج عن طريق شراء المحاصيل من الفلاحة لتجنب الكساتة الإشكال البطاطا إذا بقيناها تبقى متوفرة لا بد من مراعاة الأسعار عندما تتدنى فلازم من الإسراع لشرائها من الفلاحين وتخزينها هنا نحافظ على ديمومة الإنتاج لأن الفلاحين يقتلك إذا خسر في أي منتوجين كان هذا ومن المنتظر أن يعقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية لقاء يجمع فيه رؤساء الغرف الفلاحية عبر ولايات الوطن مع منتجين في المجال لمناقشة برنامج ضبط إنتاج البطاطا من أجل تعزيز تمويل السوق واستقرار الأسعار في فترة الفراغ الحالية